اتكلم عن المثل الاول انه راعي فقد خروف وبقول انه بيترك التسعة وتسعين وبروح بفتش بيدور على الخروف والخروف طبعا هو الذي يعتمد معندوش اسليب او الحكمة بيتميز بالوداعة لكن ايضا بيتميز بالغباء ايضا فبيتكلم في هذا المثل من منكم يعني راعي بيترك التسعة وتسعين خروف حتى يروح يدور على الخروف الضال والمثل التاني بيتكلم عن الدرهم المفقود الدرهم اللي كانت عملة دراخمة العملة اليونانية وطبعا هي عبارة عن يمكن جوهرة او عملة الي هي كانت عبارة عن سلسلة من عشر عقد من عشر حبات واذا فقد واحد بيفرط كل العقد وبتعرفوا البيوت من زمان كانت بيوت صغيرة جدا الكل بنام في نفس المكان فلازم طبعا تشيل الحرام او السجادة وتكنس في كل مكان حتى تجد الدرهم ولكن خاتم هذه الامثال التلاتة اللي هو ابن الضال طبعا الاول المثل الاول البحث عن الخروف او البحث عن الدرهم هذا شيء مش باختيارهم لكن من محبة الراعي ومن محبة المرأة التي فتشت على الدرهم لكن المثل التالت الشخص او الابن الاصغر بارادته اراد ان يترك العيش في البيت لكن لاحظ صياق الحديث بيقول انه هاي الجماعة المتدينين ما كان عندهم رحمة ما كان عندهم شفقة ما كان عندهم حنان او محبة على الفئة فئة المتركين والمنبوذين والمساكين المعطرين يعني منهم العشرين ومنهم الخطى لكن هاي المجموعات كانت تحب الرب يسوع وكانوا يدنون كانوا يقتربوا من الرب يسوع المسيح حتى يسمعوا لانه بكلام يسوع المسيح في خلاص بكلام يسوع المسيح في شفاء وبكلام يسوع المسيح في حرية فكان رد الفعل رد فعل يسوع من خلال هذا المثل رد على الفرسيين بيتكلم عن البحث وضرورة البحث والتفتيش عن الخطى ولكن لاحظ الخلاصة بقول يذهب لاجل الضال حتى يجده في مثل الخروف ثم يقول افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال في اي سبعة انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة فبيتكلم عن رسالة الفرح وبيتكلم عن انه عن الفرح انه بخاطئ انه السماء نفسها والملايكة كلها بتفرح بخاطئ واحد يتوب ترجمة نانسي قنقر